حسنات أنت تحصلها بعملك ولكن يستمر أجرها حتى بعد الموت هذه اللي النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عنها إذا مات ابن آدم انقطع عمله هذا القسم الأول العمل الطبيعي اللي يأديه هو بنفسه ينقطع عنه بمجرد موته إلا من ثلاث صدقة جارية علم ينتفع به هذا اللي قاعد نتكلم عنه اللي هو اشتغل فيه بحياته لكن مستمر أجره حتى بعد موته صدقة جارية أي شيء الناس تستفيد منه والحمد لله هذه المشاريحنا ما حتى نتكلم عنها في ديرتنا ولا الحمد اللي يتغطي أغلب الأرض وبمختلف الصدقات الجارية ماي مسجد مدرسة مستشفى كل شيء جار والناس يسوونه في ديرات مبرد ديرات أو علم ينتفع به والعلم ينتفع به أخواني مو بالضرورة يكون تألف كتاب ولا محاضرات لا أنت أولدك حفيدك اتعلم الفاتحة يحفظها منك يظل يصلي فيها طول عمره صلاته بميزانك هذا علم ينتفع به علمت واحد أنه سبحان الله وبحمده إذا قلتها مرة الله يغرس لك نخلة في الجنة طول ما يقولها بحياته كلها لها نخلة في الجنة أقولك أنت معه أي خير تعلمه أي خير هذا الكلام اللي أنا قاعد أقوله الحين عسى الله يتقبله وينفعنا فيه اللي علمني يا أقولها أجر حي ميت يوصل لأجر طالما أنا اللي قاعد أقول بسبب اللي علمني سواء تعلمت من شخص تعلمت من كتاب من مؤلف تعلمت من اللي هو فمجال الصدق الجارية كبير اللي منها الوقف